السلام عليكم في الفيديو او لف هاد الفيديو غيكون واحد ترس زوان بزاف ان شاء الله في فوائد في الاسباب والعلاج وكيفيش يعني كيفاش نجنبو هاد المشكين موضوع الفيديو هو الفاش الرئاوي الفاش الرئاوي من اخطر الامراض القاتلة للطيور في الفيديو اعطيني ودنك مزيان باش تفهمني و باش تسافد و باش تحمي الطويرات تيالك هل تريد الطيور؟ لم تلعب الطيور؟ تحتاجك معايا سنة قبل من ان استخدم المعلومات لا تنسى لايك والcommentar و امرلي ان شاء الله تعالى وتكون ساعدت في عدة اشترك في facebook و واتساب وهذا هو اول بلان الله وسيسير الجامعة الفاش الرئاوي هذا الفاش الرئاوي للخضر التي لا تقدماتها لم يتاح ذلك فرديو خطوة خطوة من يأتي هذا الفاش الرئوي ؟ هو من الفاش الذي يكون في المحيط الخفص يضيع على الطير يعني من الذي يكشر على الطير أتشك أن أقول لكم أعلمي من الذي يكشر على الطير يبدأ يدرج على وجهه يتحرك له يدخل له على القصبة من نيفه حشرة الفاش هي صغيرة يدخل له على نيفه و يدخل المكان الذي نسبه هو كحشرة في القصبة الهوائية أو في مجدرات الشنفوس يدخل ملئة في حشل الرئاشين و يدير بلاسه و يبدأ مصفة المشكلة في مكان المشكلة ماشي في هذه الحشرة المشكلة في التوالي و الحشرة إذا يدخل حشرة واحدة لا يدخل لك هذه الأمور هي الأمور لكي تدخل حشرة وحدة سبحان الله العظيم هذه الحشرة منها فيها تدير لغشة الأهم يعني كيف يكونون فاهمين هذه تدير لغشة أو لغشة أو لغشة عيبة و تدير لغشة القصبة الهوائية على شكل أنبوب هي كتكتشر فيها الولاد من اللي يفرخوا كنا كان الفراخ يفرخوا بهالطريقة اللي يفرخوا بهالطريقة اللي يفرخوا بهالطريقة حشرة الفاشلية مدرة كن رح نعد بنا الكانوبسة شو البيروش دي عفز زنقة ميشتوش شب نادم كان الناس ما تشدوش بكترش ما هو موجود والي كشر من ناموس احنا نعاونوه باش يتكاشر مزيلا كيف تشدوش الولاد تسد القفص او القصبة الهوائية تسدوش الطير هناك في انتشاء عرف بان الطير في الفاشل الطير يتنفس بصعوبة هناك تتخلط مع امراض تنفس ولكنها كتبان يريد ان يخلط ويجب ان يخلط لان تنفس تخلط السبب هو ويجب ان يخلط ويجب ان يخلط حوالي يجب ان يخلط في حشرة الفاش والطائر من فوق لأن الهواء يتجمع عليه في حشرة الفاش هنا أشعر بأن الطائر فيه مرض للحشرة الفاش الذي يقشل أما لا يقشل أما هذه العشتلي الداخل أخرج وهي من أخطر الحشرة الفاش الأدوية هي كيف يكون هنا طريقة والطائر والطائر أخطر الكنار كان مجمع الفاش في مكان المهم الطريقة التي عالجوا بها من الزمن الحمد لله نعمرو كان لديه حالة الفاش الرئاوي ونشاء الله نعمرو مجمع الحمد لله في مكان يكشفون جناح هنا 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 إنه نحو لا هذه هي الطريقة كثير من مقايتة ما بين الكشاف الطير يعني ما بين الريوصة الجناوح الفقانيين وعليش كثير من الضبط العلميان اشبه ان اقرب بلاصة من بعض الشريحات اللي يديرون الناس اللي من الخمسينة شو ما يديرون شيء بان اقرب بلاصة الرياء او الريأتين هي هذه البلاصة وقع شفاء باذن الله عز وجل ويتحل المشكل واخر قلنا كيفية تجنب انتها الفاش الرئوي كيف تجنب الفاش الرئوي كيف تجنب الفاش العادي اخذكم تعرفوا ان الفاش هو حشرة خطيرة ورح ما تجيش من الفراغ تجي من بوراز تجي من شلووج تجي من عفن انتها عندك قفاص بقاش مسحو مرة مرة جافيل ورش عليه شوية شو ما اعطى الله الحلون اللي مجر شوف الناس اللي بغا تجنب الفاش في المجورة دي الانتاش الله يرحم لكم الواليدي سهلا قبل ما نعلق لبراكة نجيب الدوا بودرة وديما ندير براكة دي اللي مجر ها علاش لانك يدار شحش منها الدوا في القناش وشحش منها ما كلي دورش بك الفاش كتشهنه ده باش حمم رسالة كانت وصل لها عبر الواتساب عندهم مشاكيل دي الفاش وزعما وكيب قوي برسطيور بزاف وش برسطيور نتواعSTE في القناش حل احد الصديق دي اللي قدمناش كل مرة يخرج الديو التيور فرخوا عنده الطيور يلا ربعا أيام ما خامله شو مجيب ان يقلب في البلاد قالك ببلاد خاوي لاحوا قد يแفضي فخص تحدث انه ليس يدعه حتى يقالي كل مره كل مرهTIN لنهت ندعوه نظاره ردونا ونجدهم مرتاحين لن يدخل الفاش الفاش ردوكم أليس يدعونهم الاتيوري لم أضعهم في البرد لم أضعهم في الساد كيف حتى ؟ كل مكان هوية الفاشوا ليس يريده بالاتباهو المدنيسين وقت البدالة. يتخلق كل نهار المدة على 10 نتقع. الفاش يخرج غير بالليل. ينهار لا يريد الضوء. ويقوم بتعديد الضوء. يبدو أن يقلب على الضلمة. ترى الفاش تشيني فون بالليل. ترى فيديو. ترى فيديو. ترى نقطة ترى و ترى نقطة ترى و أعطيكم معلومة. لتعرف ما يوجد الفاش في القفز و في البراكة. ترى فيديو и ترى فيديو. ترى و ترى القفز في القفز في القفز. ترى تقلب في القفز. ويترى نقطة ترى. ترى advisor. ترى الناس من الجرس. ترى إرداد القفز. ترى و قد ترى و ترى. فأقوم بتخلص الطائر. ترى و ترى أغناء الضوء. فالفاش سيسرح دائع هربان سيقلب على الظلمة هذا حصلة الفاش اذا اي واحد بغي تهنه في موسم تزاوج على طويرات دياله في العش دير اخويته اللي قلتلك جيب اخويته على شكل بودرة وديرو فتحت المجر رمش خاف متى حاجة صافي تهنه شي وعندما نزيد نعاون كنشت شي تشو ما كان ندقدقه مزيان طريفات صغار وديرو فتحت الحلبة وندينو مشاهم نعاون بهم وما من يكي خنزوك يطعوذك الرحاز كاش قدير على الفاش نهائيا اوكي كينتشو ما كي الحلبة وقائية تشو مرة مهمة ولكن ندينو ها وقايا الناس اللي عندهم المسارح رجاءا اي شخص عنده المسرح دير اخوية واحد رشاشة بحال ديال عند الحلق عمرة بتشو مرة الحلبة يومين تلشيين ودور على المسرح دياله قدارش يديرتها كل نهار تشعقب لا تنسوا بك حشرة الفش و لا تنسوا بك الفيروس بإذن الله عز وجه نتمنى ان المعلومات تكون واضحة نتمنى انكم تكونوا في السيفتشو دعوا لي تعالق الزوينة ديالكم السيفتش علاش للبارتاج و لايك الخوش لو ما يستير الجميع و ان شاء الله نهضر لكم على سلسلة الامراض بشكونوا هاد الراس عمروه مزيان بسلسلة الامراض الخوش نتمنى انكم تكونوا السيفتشو وصلنا نهاية الحلقة لو ما يستير الجميع لا تنسونش بلي لايك وبالبارتاج الخوش و الله يستير عليكم كاملين ان شاء الله غادي نعطوكم بزاف دي المعلومات محشجين منكم غير لي لايك غير الدعم الله يستير عليكم الله يعانكم الخوش بسلام عليكم و حاجة اخرى الله يرحم ليكم و دي